تجمع الآلاف من المواطنين في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر متضامنين مع القضية الفلسطينية ففيش سلام فاحنا من هذا المنطلق جينا نؤيد قرارات السادس الرئيس فيما اتخذوا من قرارات سواء في السن أو في الحرب جينا لتأييد السادس الرئيس لميدان الحصري لتأييد الإخوة الفلسطينيين وده واجبنا من ناحية الأمة العربية كلها ويجب أن الأمة العربية كلها تكون منضمة وتكتفة يد واحدة لحماية إخوانا الفلسطينيين مشاركة واجبة ووفاء مستمر فمنذ إعلان الرئيس السيسي لرفضه القاطع لما يحدث في قطاع غزة اتحدت الميادين على مبدأ واحد وهو السلام لفلسطين فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراته لاتخذ الفترة الأخيرة وقراراته وموقفه الشجاع بعدم التفريض في أي شبر من أراضي مصر وموقفه الشجاع مع الشعب الفلسطيني وموقفه الشجاع في تجيز أكثر من ألفين طن مساعدات طبية وغزائية للشعب الإخواتنا في فلسطين أطفال تقتل أثناء علاجهم وشباب يفني العمر بحثا عن الحرية وحتى إن تأخرت فإنها حتما ستأتي فالكل قلبا وقالبا ينبضوا بحب فلسطين قضية ستظل عالقة في الأذهان مصر وفلسطين يدا واحدة مهما اختلفت الأماكن وحتى لو تغير الزمان من مدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر أنطون إيميل ميسات ترجمة نانسي قنقر